اخرج من المطبخ رائحتك ازاجتني هيا توقفي عن هذا يا بقدونس ان لم تعجبك رائحتي فانت اخرجي انا هنا لان الناس يحبونني كف عن هذا الهراء من سيحبك وانت بهذه الرائحة المزعجة انهم يحبونني لفوائد العظيمة وبالنسبة لرائحتي فهي تصبح اخف بعد ان اتعرض للحرارة اها تصبح اخف اذن ولكن لم تقل لي ما هي فوائدك انا يا بقدونس اقلل من مستوى كوليسترول الضار في الجسم واحافظ على استقرار السكر في الدم واقوي جهاز المناعة واستخدم كعلاج للزكام والبحة في الصوت والسعال المهيج وامنع من حدوث السكتات القلبية والدماغية اوه هذا رائع يا الهي انا لا اصدق كل هذا ليس هذا وحسب يا بقدونس انا ايضا مكافح جيد للالتهابات واساعد في فقدان الوزن ولدي خصائص مضادة للأكسدة كما انني اقوي العظام وامنع التهاب المفاصل واو انت حقا رائع ولك فوائد عظيمة تجعلنا نتغاذ عن رائحتك المزعجة صدقيني يا بقدونس رائحتي ليست مزعجة كثيرا وهناك الكثير من الناس سيأكلوني نينيا مع الطعام ويضيفونني الى السلطات ويستمتعوا بطعمي اه ها هذا رائع يا بصل بما اننا اصبحنا الان اصدقاء ارجوك اخبرني اسرارك ما هو سرك المخفي همم انت ذكية يا بقدونس هذا صحيح انا لدي سر خطير ساخبرك به لكن ارجوك لا تخبري به احدان ان الافراط من تناولي يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الغازات والانتفاخ والاسهال وتهيج العيون ويؤثر على عملية تخثر الدم والاشخاص الذين يعانوا من حساسية مني سيشعرون باعراض مزعجة عند تناولي مثل الحكة والتورم والاحمرار اوه يا الهي كل هذا وتطلب مني ان لا اخبر احدا ساخبر الجميع ليكونوا على حذر لا ارجوك توقف لا تفعل هذا